اشار سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة الى خمسة اتجاهات كبرى ترسم المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط من بينها صعود قطاع الذكاء الاصطناعي والنمو التجارة الالكترونية جاء ذلك خلال مقال للوزير فخر نشره المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس اكد فيه ان الشرق الاوسط يتمتع بامكانيات هائلة في مجال البيانات تؤهله للتطور والنمو واستقطاب استثمارات كبيرة لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي وقال فخر ان الابتعاد عن الاعتماد على الهايدروكاربون سيساعد في جعل اقتصادات المنطقة اكثر مرونة لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ والتغيرات العالمية واوضح وزير الصناعة انه لو ارادت تلك الاقتصادات الحفاظ على بيئتها ورفاهيتها الاقتصادية اذ ستتخلف الدول التي لا تزال تعتمد على النفط والغاز والتي تتجهل تحول الصناعات لتصبح صديقة للبيئة حيث يبحث المستثمرون بشكل متزايد عن الفرص الاستثمارية الصديقة للبيئة والمناخ اشتركوا في القناة